صرح الميثاق الوطني صرح الميثاق الوطني واحد من أبرز معالمنا الوطنية المميزة التي تحكي قصة شعب وفي ورؤية ملك والتي تشهد على تكاتف شعب البحرين في صياغة مستقبل أفضل للبحرين وأبنائها في جميع المجالات صرح الميثاق الوطني معلم من معالم البحرين المعاصرة يروي قصة العقد الوطني المتين بين شعب المملكة وقيادته في محطة تاريخية مهمة قادها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه صرح الميثاق الوطني هو رؤية ملك وقصة شعب البحرين ويتميز الصرح أنه يبرز هويتنا وشخصيتنا وفي الصرح طبعا محطات تتبين تاريخ البحرين الحاضر والمعاصر وهذه تأدي بشكل فعال لغرس الانتماء والمواطنة وبالذات في النفوس الناشئة اللي عندنا ودور غرس الانتماء والمواطنة يعني كوننا هاي الصرح فريد من نوعه ما في صرح أو ما في مبنى ثاني في العالم في 220 ألف اسم منقوشة على حيطانة أنا يسعدني ويفرحني لنا تشوف يهال المدرسيون وكل واحد الفرحة على ويهلين يلقى اسم أمه ولا اسم أبوه وما تقدر يعني هاي القيمة تشتريها الياهل وهو ياهل في هالسن المؤثر انه يعني غير انه يشوف تاريخ بلاده ويشوف انجازات بلاده وحضارة بلاده وهو ماشي في طلعته يعرف وين اسامي أهله ويروح يشوف هو الفرحة على ويوههم لين لقوا اسامي أهلهم هذه شيء انت ما تقدر تسوي يعني ما في مكان ثاني شيء فعلا فريد من نوعه وشيء فعلا يغرس يعني حب الوطن والانتماء والمواطنة وشرف لنا ان نحن نكون يعني في هذا الصرح أسماء مخلدة في ذاكرة الوطن ومواقف وطنية تاريخية نقلت البحرين إلى مستويات مرموقة من العمل على مختلف الأسعدة وعلى رأسها المجال التشريعي الذي شهد انتقالة نوعية في تطوير العمل وتمثيل مختلف فئات المجتمع الآن احنا متواجدين في صرح الميثاق الوطني جاءت فكرة ميثاق العمل الوطني في توجيهات من لدون حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء صرح الميثاق الوطني احتفاء بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني وليؤكد وثيقة التأييد التي سجلت المواقف الوطنية للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني جميع ما تشهده المملكة من تطور وتنمية في مختلف المجالات انبثق من الرؤى والتطلعات والمبادئ الوطنية التي صوت عليها شعب المملكة في عرس ديمقراطي وطني كبير يزين سجل المملكة الحافل بالمنجزات الوطنية صرح الميثاق الوطني معلم وطني يحكي قصة شعب ورؤية ملكية ثاقبة تسير وفقها المملكة نحو تقدم ونجاحات كبيرة في مختلف المجالات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر